موسيقى السلام عليكم شارف اقولي بعد المشاهد اللي شفناها لجمهور كل متعته وهي متعة بريئة هي متعة كرة القدم بيروح يتفرج ويمبسط بيعرفش حاجة في حياته متعة غيرها فيه ناس بتتمتع بحاجات كتير دول ولاد وشباب في سن ولادي وولادكو واخوتهم وولاد عموهم وولاد خليتهم وجرانة اللي في البيت اللي جنبنا كل متعتهم في حياتهم انهم يتلموا ويروحوا يشجعوا انا شخصيا يعني ادي الورق وادي الايباد ونظرت الاراية خلاص خلينا من الكلام ده كله احنا نتكلم من دماغنا لانه الموضوع الحقيقة ما هواش مجرد كارسة ما هواش قصة بتاعة عيال مشاغبة ولا عيال كويسة ولا احنا عم نتكلمش في هوليجانيزم زي اللي كان بيجرى في انجلترا انا شخصيا كان والدي الله يدي له الصحة والعافية وشفي يا رب كان بيوم كل يوم جمعة لانه كانت الكرة يوم الجمعة كل يوم جمعة نسحى الصبح نفطر نلبس اللبس الاحمر بتاع النادي الاهلي بعد صلاة الجمعة ناخد معنا صندويتشاتنا وميتنا وعصرنا وحلنا ومالنا ونطلع على الاستاد كان بيخدني انا واختي واخويا ونروح نتفرج على المباراة ونرجع سلام كنا بندخل وبننبسط وبيبقى معنا تذاكر وبننزل يوم المباراة ما معنا ايش تذاكر بنروح نشتري التذاكر من الكشاكل لحوالي الاستاد حصل اللي حصل والكورة وقفت 1 فبراير 2012 8 فبراير 2015 3 سنين واسبوعة وكارثة بتكرر مرة كمان كارثة بتكرر مرة كمان انا مش مصدق ان احنا فعلا ما بنتعلمش ان احنا مش عارفين والمشكلة المشكلة كل الكلام اللي بيتقال عن التدافع وعن اللي جايين من غير تذاكر وعن 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 المندسين اللي هو ممكن يكون فيه كل شيء فيه منه بالمناسبة يعني مفيش حقيقة مطلقة واحدة صورة كولاج تركيبة تركيبة كبيرة من هنا حتة ومن هنا حتة ومن هنا حتة فيه ناس ممكن تكون مندسة شوية فيه ناس كذا فيه ناس كذا فيه ناس كذا بس احنا هنحلل الوضع بالملي معنا مجموعة حقاية حقيقة رقم واحد انه في 1 فبراير سنة 2012 حصلت كارثة ستاد بورسعيد 72 والبعض يقول 74 ضحية راحوا في المباراة الى يومنا هذا صدر حكم والحكم استقنف ولم يصدر الحكم النهائي البات في الاستئناف اللي هو ليس بعده في احكام الاعدام غالبا الا النقد والابرام طيب دي اول حقيقة الحقيقة التانية سنين بتعدي مفيش جمهور بعد المباراة دي الجمهور لما دخل دخل لما كان منتخب مصر او النادي الاهلي بيلعب ضد فريق اجنبي جاي من برا اذا التشجيع كله جاي من اتجاه واحد ورايح في اتجاه واحد سيطرنا على جمهور بالعشرين الف وبالتلاتين الف حصلت المبادرات قعدوا الالتراس مع وزارة الداخلية مبادرة سمعونا اللي احنا اتكلمنا عنها برضو هنا في المناظر قبل كده عملت اتفاق انه هيحصل دخول الجمهور بالتدريج هنبتدي بخمس تلاف من كل طرف يعني عشر تلاف جمهور وبعدين نتفاهم اللي افهمه انا بقى دي الحقيقة تانية انه خلاص بنرجع للتطبيع بنرجع تاني بنطبع الرياضة بنرجع الجمهور للمدرجات في كرة القدم جمهور كرة القدم هو عصبها هو اللي بيخلي فيه حماس هو اللي بيخلي سخونة المباراة هو اللي بيخلي اللعيبة تلعب هو ده اللي بيمتعك فيه ناس عصباجية فيه فيه ناس مندسين فيه لكن فيه سواد اعظم من الشباب ومن المشجعين هم ناس محترمين ولد ناس متربيين بيروحوا يتفرجوا متعتهم الوحيدة البريئة المتعة الوحيدة وهي متعة بريئة هي كرة القدم فيه بقى حاجات تانية عندنا بقى تقرير للامن مفهوم اكيد فيه جهاز معلومات وإلا نبقى برضو ما بنتعلمش طلع تقرير انه فيه ناس ربما عايزة تندس ان فيه ناس راحة تحضر مباراة من غير تذاكر هل هو موضوع الهيبة ونقح علينا حيدخلوا غصبا عننا من غير تذاكر زي كل مرة زي مباراة الاهلي زي مباراة المنتخب زي كذا لا مش هيدخلوا المرة دي طب عملنا ترجمة نانسي قنقر